بسم الله الرحمن الرحيم الشكر الموصول للجنان والضمار السادة المحاضرين والحضور الكرام الموضوع كان ينصح حول موضوع القيم التي اتفق كل العلماء على أنها مفاهيم عالمية أو دولية الذي استطارني في هذه المحاضرة هو ضبابية تفريق بين مفهوم القيم والأخلاق وإن ذكر داخل المحاضرة في المحاضرة ذكر أن الأخلاق هو التطبيق الفعلي للقيام إذن نريد تعريف أو تخصيص لمفهوم القيم والأخلاق السؤال الثاني كيف يمكن أن نحصن أخلاقنا أو جوابتنا الإسلامية ضد القيم الدخيلة على مجتمعنا مثل ما أصبح الآن يراجو في كثير من دعاة حقوق الإنسان الذين يدعون لقيام رضيلة بل مهدمة لمجتمعنا مثل علاقة الرضائية مثلا الحرية الجنسية ثم المتلية الجنسية وغيرها من المفاهيم التي تهدموا المجتمع كيف نضع السد المنية لتخريب أفراد المجتمع من هذه القيم الغديلة لأننا كما نعرف في شريعة الإسلامية وسنة الحميدة لدينا ثوابت ينبغي أن نحافظ عليها وإلا دمرت وصار المجتمع إلى مفاهيم ضبابية ووقع الطيراب كما تدخل أحد المحاضرين ثم لماذا لا نخصيص في مؤسسات تعليمية نخصيص في مؤسسات تعليمية مثلا مادة تعالج مفهوم القيم وخاصة القيم الأخلاق الإسلامية منذ السنوات الاتذائية حتى نقيم هذا المجتمع الإسلامي الذي يبني هذه الأخلاق ونحافظ عليه من البداية إلى النهاية وشكرا